اشتركوا في القناة يعني هل يعقل بأنه هل هو هرب وهم هربوا خلفه أعطى المبرر لرجوعه يوجد خيانة فأراد أن ينهي تلك الخيانة لكنه هل ذهب بمفرده أم أخذ العساكر معه وترك البلاد والعباد فإذا أخذ العساكر معه فهي خيانة وإذا ترك العساكر بدون قيادة فهي خيانة وإذا أوحى للعساكر بأنه قد هرب وترك البلاد وفهموا بأنهم قد فقدوا سلطانهم فأيضا هذه من القيادة الفاشلة ومن الغدر والخيانة فكيف يتسلط على رقاب المسلمين يقول ابن الأثير وأما الفرنج فإنهم أصبحوا من الغد فلم يروا من المسلمين أحدا على شاطئ النيل كجار عادتهم لاحظ انتهى الأمر كل شيء انتهى تبخر كل شيء يقول فبقوا لا يدرون وانما الخبر وإذ قد أتاهم من أخبرهم الخبر على حقيقته فعبروا حينئذ النيل إلى بردميات آمنين بغير منازع ولا ممانع وكان عبورهم في الأشرين منذ القعدة سنة خمسة عشرة وستمائة سنة ستمائة وخمستعش فغنموا ما في معسكر المسلمين فكان عظيما يعجز العادين فغنموا ما في معسكر المسلمين فكان عظيما يعجز العادين لا يستطيع أحد أن يعد ما فيه من غنائم هذه أموال المسلمين ذهبت أقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا بسبب حكمة وتدبير الملك العادل وأولاده ملوك وصلاطين البلدان الإسلامية فقد أضاع البلاد والعباد وأهلكوهم في حروب عبثية لا تخرج عن عنوان الصراع من أجل المال أولا وبالذات لا تخرج عن عنوان الصراع من أجل المال أولا ثم التسلط والنفوذ بتوسعة البلدان فالمتصارعون المماليك الأيوبيون الصلاطين وهروبهم من مواجهة الفرنج أين والسلطان الفاطمي الذي سلم سلطانه ومملكته الفاطمية ومصيره وعياله وأصحابه ومذهبه الإسماعيلي سلمها كلها على طبق من ذهب للمماليك الزنكيين والأيوبيين كي لا يدخل الفرنج بلاد الإسلام فالكلام هنا للمقارنة فقط ولمحاكاة عقول العقلاء المنصفين وليس لتمجيد السلطان الفاطمي فهو سيء كباقي الصلاطين المتسلطين وإنا لله وإنا إليه راجعون وهنا سؤال للتيمية لابن تيمية فهل تدبير الملك العادل وتسليط أبنائه على مقاليد المسلمين وصراع هؤلاء فيما بينهم وخيانتهم للأمانة وهروبهم من الزحف المقدس والتخلي عن المسلمين وحرماتهم وأراضيهم ومقدساتهم يدخل تحت عنوان السياسة والعدالة والمصلحة ونصرة الإسلام والمسلمين ولا غرابة في صدور هذا منكم يا تيمية يا أصحاب العقول المتحجرة أو تعتبرون ما حصل بسبب الإسماعيلية والفاطمية والشيعة والروافض أو تعتبرونهم أو تعتبرونه بسبب ابن سبأ اليهودي الصليبي المجوسي أو تقولون أنه بسبب مملوك مملوك المملوك أو تقولون أنه بسبب مملوك مملوك المملوك الذي استغفل السلاطين الأيوبيين وضحك عليهم لأنهم مغفلون وأغبياء يضحك عليهم المماليك وغيرهم من الجهال وغيرهم فأي عدالة هذه التي تسلط مثل هؤلاء المغفلين على رقاب الناس وأموالهم وأعراضهم وبلدانهم أو عندكم غير ذلك من الخزعبلات تبررون فيها ما حصل وأخيرا أذكر بمقياس العدالة الراقي الأنيق الرقيق الذي جعل الملك العادل عادلا دان له وأطاعه أهل المغرب وأهل المشرق لعدالته وعكمته ونصرته للدين والمذهب الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أهل المغرب